هل تعتقد حاليا دلوقتي في اتجاه من الحكومة النمساوية لفتح القنوات السياسية الرسمية مع الحكومة السورية بشكل أو بآخر يمكن ده تمهيد أن تكون هناك قرارات رفض كبيرة ويحدث مع السوريين زي الحالة مع العراق مع وجود هناك تمثيل دبلوماسي في العراق على مستوى السفرات كل شيء وارد يعني بس ممكن الوضع يطلع يتحسن شوية بسوريا يقولك حتى اقامت السنة مفيش يعني يقولك خلص اقامت السنة مفيش نرجعهم زي ما حصل مع العراق فكل شيء وارد جدا أنه هو يحصل عشان كده إحنا عايزين نضمن للأشخاص أن يكون مع البق ومش بس كده أنا دايما بقول في يعني كويس أن أنت صرت النقطة دي في حاجة الشخص بييجي ما تطمنش قوي أن أنت خدت الجوء أو معاك حماية سنة حاول أن أنت بعد ما يكون بقى لك خمس ست سنين في البلد تسعى أن أنت تاخذي الجنسية أو تسعى أن أنت تغير إقامتك لأن ما تعرفش إلي ممكن يحصل يعني خد إقامة أوروبية أو خد جنسية بحيث ممكن بعد الخمس ست سنين دول أنت ما تعرفش إلي ممكن يحصل القانون يتغير فتبقى أنت في الأمان لأن في ناس فهمة أن اللجوء ده مدى الحياة خلاص لأ هو كمان ممكن اللجوء يسحبه منك لأن فيه تدرج طبعا في رجود القانون ممكن بعدين يسحبه منك فلما معاك الجنسية أو معاك الإقامة الأوروبية بتكون أنت زي ما بنقول رجلك سبتت أكتر بالبلد